طبعا مارك بارترا الأسباء الشابة الموجودة تلاقى على طول نيجريدو نيجريدو خمس اللاعبين في العالم في الإحصائيات بقى الموجودة يعني كريستيانو رونالدو استادها بقى استادها كاسولا دانييلو دانييلو خطأ فادح وكاسولا يسجل لسه نحكي على الهدفين ونحكي عن كريستيانو رونالدو هدفه الغالي مبرح فيه مرمى منتخب السويد دي هدف مقابل لشيء ودي كاسولا بيسجل في هذه المباراة بعد مروض 13 دقيقة خطأ فادح جدا هذه الكرة من ماتا حارس دانييلو والدفاع أمامه هنا في هذه اللقطة جيمي برمودز رقم 4 أمامنا هو كان معاه أيضا اللعب مبيلي رقم 20 وشوف كرة عرضية هدف من خطأ فادح من حارس المرمى دانييلو في الديئة 13 عن طريق اللعب كاسولا ما يجد هدية يلم باليمين ويسند بالشمال نتيجة الخطأ اللادو ركنية لصالحين الاستوائية ملعب اللقاء كله يعني بيبحث عن هدف جول جيمي 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 مش مسدق جيمي هذه أمامنا جيمي برمودز أمامنا يسجل في هذه اللحظات بقول لحظاكم يا تقادر في المباراة اللي بيلعبها مع مدارة وين الاستوائية بيتلقى 3000 يورو أمامنا بقى هذا الهدف الغالي جدا جيمي جيمي برمودز أمامنا بيسجل في هذه اللحظات هدف التعادل في الديئة 36 في مار مارينة ومش مسدق عندوني شيء كوتشيا الدولي الإسباني على فكرة عنده 39 مباراة واربع عداف وكان سجل في الدرمارك لو تفتكروا حضراكم خاص عالم 86-51 إسبانيا كان سجل بوتريجيني واربعة والمدرب كان سجل في الدرمارك ولكن بقى برمودز أمامنا هنا في هذه اللقطة يعني فوق الجميع ويضع الكرة في الشباك الدفاع الإسباني سواء مارتينير سواء أيضا بارترا ولا ننسى أن هذا هو مدافع هو مهمة نيجريدو اللي كان لازم يرجع معا نيجريدو ولكن هنا بقى هدف التعادل من جيمي جيمي برمودز يسجل دوسيبو ترجع إلى خوان فران تخب الإسباني على المستوى الجماعي لم يؤدي بشكل جيد وهدي أمامنا كرة عرضية هو المتابع خوان فران أمامنا هنا بيسجل هذه خوان فران يطلق صاروخ من خوان فران هدف التقدم لإسبانيا حارس المرمى دانييلو متواضع وخوان فران توريس أمامنا هو رقم خمسة لعب أتلاتيكو مادريد يسجل في هذه اللحظات الهدف اللي أمامنا هنا بمنتهى القوة حطت وش رجل خوان فران طوية جدا الكرة اللي أمامنا وعلى طول كرة في الشباك عشان يبقى الهدف اللي أمامنا هدف التقدم 2-1 خوان فران شوف دانييلو متواضع كأن دانييلو إيه بيسلحها